بعد مرور تسعة أشهر على عدوان حفتر على ترابليس ومع كل الخسائر التي تكبدها دون أن يتمكن من اختراق أسوار العاصمة ليصل الرجل إلى القاهرة ويلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهي ثاني زيارة له إلى مصر خلال شهر ديسمبر الجاري حفتر وقبل 24 ساعة من إعلان ساعة السفر الرابعة لدخول ترابليس كان في القاهرة أيضا وهو ما يطرح تساؤلات حول طبيعة الدور الذي تلعبه مصر في تغذية الصراع الليبي وهو أمر بات مكشوفا بعد اعتراف السيسي بدعم مسلح حفتر إذن ماذا يفعل حفتر في القاهرة هذه المرة؟ هل يستعد لإعلان ساعة سفر خامسة تضاف إلى أصفاره الأخرى؟ وماذا يمكن أن يقدم السيسي الذي بات مهتما أكثر من ذي قبل بالوضع الليبي ويتكلم عنه في كل اجتماعاته تقريبا ويحذر من التدخلات غير المشروعة وكأن بالسيسي يشرع دعمه لحفتر متناسيا الأسلحة المصرية التي استخدمت في قتل أبناء ليبيا في درنا وبنغازي وأخيرا ترابليس ويقول إن هناك فرقا بين التدخل وعدم الحل في ليبيا ويشدد على ضرورة حل الأزمة الليبية على نحو شامل ومتكامل مصر التي اعترفت بحكومة الوفاق الوطني وعقدت اجتماعات عدة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية والتقت بجميع أطراف الأزمة انحازت في النهاية إلى حكم العسكر تحت ذريعة الحفاظ على أمنها القومي وتناست أن استقرار ليبيا من استقرار المنطقة وحتى باتصال مصر مؤخرا مع الولايات المتحدة وروسيا وإيطاليا وألمانيا كان السيسي يؤكد أهمية الدور الذي يقوم به مسلح حفتر فيما سماه مكافحة الإرهاب وكأن جيش الوفاق لم يحارب تنظيم الدولة في ليبيا ولم يحارر سيرت ولم يلاحق فلول هذا التنظيم مصر التي انخرطت في السراع الليبي وتحاول منذ البداية إضفاء الشرعية على ما يقوم به حفتر على حساب حكومة معترف بها دوليا كان يجب أن تلعب دورا محوريا في حل الأزمة الليبية نظرا للثقة للذي تمثله هذه الدولة في المنطقة كما يرى بعض المتابعين